السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم صلاح حامد وأهلاً فيكم بفيديو جديد والأسبوع الماضي أو أعتقد قبل عدة أيام لما نزلت فيديو جولة تطبيقات جوالي الكثير منكم طلب أني أعمل جولة لإشفي على الجهاز الرئيسي على الكمبيوتري ولكن في حقيقة الأمر كمية البرامج الموجودة على هذا الجهاز ضخمة جداً والكثير منها إلو شياء متخصصة بأمور إما بالمنتاج إما بالصوت بأشياء كثيرة ففكرت فيها أنه بدل ما أعمل جولة تطبيق تطبيق بيشفي موجودة على الكمبيوتري بعطيكم أهم عشر برامج أنا شخصياً بنزلها مباشرة فور ما أني أشغل أو أفرمت أي جهاز الأمور اللي أنا بستخدمها على جهزتي شخصية بعضها إلو علاقة بالمنتاج بعضها ما إلو علاقة بالمنتاج ورح تشوفوا فيه خليط من كلا الاثنين رح حكي أذكر سعر كل تطبيق وكل فتو ووظيفته فبدون أي تأخير هذه عشر تطبيقات وبرامج بنزلهم على كل كمبيوتر موقع goodoffer24.com هو متجر الكتروني للحصول على الألعاب والبرامج بإسعار رخيصة احصل على كود تفعيل أصلي لويندوز 10 أو مايكروسوفت آفس بسعر مخفض ويندوز 10 برو بعد الخصم بوصل لـ 11 دولار و 38 سنت فقط بإمكانك الحصول على كودات تفعيل لبرمجيات على منصات ستيم ويوبلاي وغيرها وبتقدر تحصل على خصم إضافي بقيمة 25% على كل مشترياتك من الموقع عند استخدام كود K-Basha25 عند تأكيد الشراء اعرف المزيد أو تصفح الموقع من خلال زيارة الرابط اللي موجود في صندوق الوصف برقم واحد Adobe Creative Cloud Adobe Creative Cloud هي مجموعة من التطبيقات اللي بتنتجها شركة Adobe اللي بعضها بيتدخل بأمور إلها علاقة بمنتاج الصوت بمنتاج الصورة بمنتاج الفيديو نفسه فالبرنامج الرئيسي اللي أنا بستعمله لمنتاج كل هاي الفيديوهات في آخر أربع إلى خمس سنوات هو Adobe Premiere Pro اللي هو أيضا جزء من الكرياتيف كلاود واللي وظيفته رئيسية هي تقطيع الفيديو أرتبه وأضيف عليه بعض التأثيرات البسيطة إلى حد ما للتأثيرات المتقدمة بستخدم شيء اسمه Adobe After Effects اللي هو أمور بتتعلق بتتبع النص لما أكون بدي أحط نصي يتبع جسم معين لما بدي أعمل ماسك أو غطاء فوق شيء معين أو ألون جزئية معينة غير عن باقي الفيديو هذا الأمر بفصله كلاير لحال باستخدام After Effects بحطها على Premiere مع بعض لأنه كلاهم من نفس الشركة اللي أيضا بيأتي بعده الأدوبي شيء يسمى بالأوديشن اللي هو عبارة عن تطبيق مختص بمنتاج الصوت ومعالجة الصوت وأيضا في عنا فوتوشوب المشهور اللي بستخدمه لأعمل الثامنيل اللي هي الصورة المصغرة اللي بتشوفوها قبل ما تضغطوا على هذا الفيديو ثاني تطبيق بنزله مباشرة هو شيء يتعلق أيضا بالمنتاج على وهو الـ Plural Eyes هذا التطبيق بالتحديد هو شيء يختص بعمل مزامنة للصوت والصورة هذا الشيء أردي موجود في أدوبي بريمير ومش شيء يعني صعب جدا أنك تسويه حتى بتقدر تعملها بدون أي تطبيق مباشرة الفكرة في هذا الشيء أنه بسمح لك أنك تعمل سينك مش لكاميرا واحدة ولا لثنتين ولا ثلاث بتقدر تحط عدد لا نهائي من فيديوهات أنت صورتها باستخدام 15-20 ألف كاميرا في نفس الوقت وتحط عليهم أيضا نفس الفايلات الصوتية للمسجلات صوتية مختلفة ولحاله بيزمن لك إياهم بحطهم بنفس التايم لاين اللي بتقدر منه أنك تعمل اكسبورت بصيغة XML وتسحبه لبرنامج المونتاج اللي أنت بتستخدمه بغض النظر إيش كان سواء كان فينال كوت أو دافنشي أو حتى بريمير شيء مميز جدا ولكن قد لا يكون رخيص لأنه سعر هذا الشيء هو 300 دولار لكن الحمد لله هي رخصة بتشتريها مرة واحدة وانتهى الموضوع بيظل معك إلى الأبد ثالث تطبيق هو آخر تطبيق راح أذكره للمونتاج ألا وهو دافنشي ريزولف اللي هو عبارة عن تطبيق من شركة بلاك ماجيك ديزاين اللي بتعمل كاميرات للتصوير السينماي وأيضا تعمل هذا السوفتوير الرائع جدا اللي هو بالأصل بلش كشيء لتعديل اللون للفيديوهات مؤخرا هذا الشيء أصبح الآن بإمكانه أنه مش بس يعمل تعديل للون للمقاطع اللي أنت بتحطها بل أتحول إلى فل أدوبي كرياتيف كلاود بتطبيق واحد فبتقدر عمل خلاله أنك تقطع الفيديو تاعك وترتبه وتعيد تصبيطه ضيف أفكتس من نفس البرنامج بدون ما تستخدم أي شيء خارجي وأيضا تعدل على الصوت تاعه وكأنه في عندك عدة أقسام وكأنه فيه أدوبي بريمير أدوبي اللي هو آفتر أفكتس بالإضافة لأدوبي تاع الصوت كلهم مدموجين ببرنامج واحد والأجمل من هذا الموضوع أنه هذا التطبيق بالكامل مجاني اللي هو أمر مذهل صراحة التطبيق الرابع هو شيء خرافي جدا وذكرته من قبل بفيديو ولكن لا تزالوا بتسألوا عنه كثير 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 الأول هو البرنامج اللي بستعمله لأحط خلفيات متحركة على اللابتوبات وعلى الكمبيوترات اللي بفرجيها دائما بالفيديوهات بحيث أنه هذا التطبيق هو شيء بتقدر تشتريه عن طريق منصة ستيم اللي بسمح لك أول شيء سعره أربع دولار ورقمه أربع بالفيديو سعره أربع دولار فقط واللي خلص بنربط بحسابك على ستيم فأي جهاز موجود عليه حسابك على ستيم تقدر أنك تنزله عليه مباشرة وبصير بإمكانك أنك تنزل بالمئات الآلاف من الخلفيات اللي بتشتغل بشكل متحرك واللي هي عبارة عن فيديو بيعمل لوب بيظله يعيد ويكرر في حاله ولكن هذا الشيء رح يكون ثقيل شوي إذا كان جهازك Core i3 أو إذا كان بطيء إلى حد ما أو شيء قديم لأنه بيستهلك جزء بسيط من الـ CPU ولكن هذا الكلام رح يكون شغال بشكل مستمر البرنامج الخامس هو شيء كان لإلي عبارة عن منقط صراحة لأنه أنا من الناس اللي بستخدم أكثر من شاشة لكن لأقدر أستخدم هاي المساحة الكبيرة بشكل ممتاز وجدت تطبيق اسمه Window Grid هذا الشيء عبارة عن تطبيق بتنزله وبتقوله أنت بدك تقسم الشاشة لكم مربع اللي بيسمح لك بعدين أنك تعيد تصغير أي شيء كان إذا كان بيقبل أصلا إعادة التصغير لا ترطبه بالشكل اللي بدك إياه هذا الأمر بيشتغل بشكل خرافي جدا إذا كنت من الناس اللي بيشغل 700 ألف صفحة على المتصفح وبتحب أنك توزعهم بشكل معين والأفضل من هيك أنه مفتوح المصدر بالكامل ومتوفر بشكل مجاني انتقالا إلى التطبيق التالي اللي هو شيء اسمه Fast Stone Capture اللي هو عبارة عن تطبيق وظيفته أنه يلتقط صور حرفيا هذا الشيء فقط وظيفته أنه بيلتقط سكرينشوت وممكن أنك تعمل عليها بعض الأمور مثل أنك تضيف عليها Annotations إذا بدك تمحي شيء معين أو معلومة وما تبينها بتقدر تغطيها بتقدر أنك تحط سهم على شيء معين بتقدر أنك لما تكبس فقط لأول مرة بتضغط عليها على السكرينشوت مباشرة بيسحب الصورة وبيسييفها لحاله تلقائيا بدل ما تضطر أنك تفتح مثلا شيء مثل Paint وتضيف عليها الصورة وتسييفها بشكل يدوي تطبيق رقم 7 هو شيء كثير من الستريمج رح يعرفوا والناس اللي بتشتغل جيمينج وبتحب أنها تسجل جيمز تعونها ألا وهو OBS OBS هو عبارة عن تطبيق بيسمح لك أنك تسجل سواء من الشاشة نفسها أو من عدة مصادر مختلفة بحيث أن هذا الشيء بيسمح لك أنك تعد أنت إيش بالضبط بدك سواء أن كن بدك تصور جيم كن بدك تصور منفذ HDMI خارجي إذا كان عندك كرت تسجيل أو كرت بيأخذ منفذ HDMI N فبيحول لك صورة هاي لكي أنه شيء بتقدر تسجله إذا بدك تسجل لعب من على بلاي ستيشن من على كمبيوتر من على جهاز آخر وأيضا في نفس الوقت بيسمح لك أنك تسجل سطح المكتب تاعك نفسه والحلو بالموضوع أنك تقدر تتحكم بمدى البتريت تاعه وبالتالي تقدر أنه تسجيلك يطلع بدقة وكأنها DVD من قد ما هي صافية وحتى DVD صار شيء قديم وكأنها Blu-ray HD وأيضا بإمكانك أنك تستعمل هذا البرنامج لتبث على يوتيوب على فيسبوك على كثير من التطبيقات الثانية عن طريق API بسهل جدا أنك تربط عليه وكل هاي الأمور رح تلاقيها وبسهولة سواء من شروحات على الإنترنت أو حتى من نفس التطبيق تطبيق مجاني ورابطه أيضا سيكون موجود تحت مع باقي التطبيقات المذكورة في هذا الفيديو نيجي للتطبيق الثامن اللي بنزله بشكل مستمر على كل أجهزتي ألا وهو عبارة عن منصة Steam بعرف 90% منكم بيعرفها ولكن للعشرة بالمئة اللي ما بتعرفها خلينا نعرفهم عليها Steam هو عبارة عن متجر مش بس للألعاب هو عبارة عن متجر للألعاب للتطبيقات للمودز لكثير كثير من الأشياء اللي بيمكانك إنك تشتريها عن طريقه واللي هو اعتبره زي متجر جوجل بلاي اللي موجود على جهزة أندرويد ومتجر الآيو اس للتطبيقات والجميل فيه إنه بيمكانك إنك تنقل من جهاز لجهاز ومجرد ما أنك تحط حسابك مباشرة ألعابك بكونوا متوفرين على كيلة من الجهازين وبتقدر تشغيله هون وبتقدر تشغيله هون التطبيق قبل الأخير هو عبارة عن الشي اللي أنا بستعمله لمكتبتي الموسيقية مغني أو من أي آرتس أو من أي فنان أو حتى في بعض الحالات بودكاست إذا كنت مهتم بهذه الأمور اللي هو إحدى المنصات الرئيسية اللي بينتشر عليها هاي الأمور البرنامج إما مجاني أو باشتراك شهري اللي هو خمسة دولار بالشهر لتحصل على استماع لمحدود بدون إعلانات نقي اللي بدك هي أو بتقدر تستخدمه بشكل مجاني ولكن مع قدرات جدا محدودة التطبيق الأخير في هذا الفيديو هو شيء ممكن يفيد مش بس الناس اللي بيشتغلوا بزنس أو اللي بيعملوا أمور عادية بل أيضا الطلاب البرنامج اسمه الناتشرال ريدر هذا البرنامج هو عبارة عن قارئ للنص البر نسخة الفعلية أو النسخة المجانية منه هي عبارة عن نسخة بتشتغل فقط باللغة الإنجليزية لكن بإمكانك إنك تحصل على نسخة مدفوعة اللي هي بتدفع سعر لايسنس أو رخصة مرة واحدة فقط لهي 100 دولار وبتحصل على كامل قدراته بعدة لغات دائما هذا البرنامج بيقدر إنه يقرأ لك أي نص بأي حجم بدك إياه وإذا بدك حتى بيقدر يحول لك إياها إلى ملف MP3 باستخدام اللي هو Engine Text Speech هذا الشيء بالنسبة إلي أنا للطريقة اللي أنا باستخدمها أنا من الناس اللي بكتب إيميلات وباستفيض في الإيميلات لما أكون بدي أشرح لحدا أو بدي يعني في موضوع معين بدي أكتبه أو إذا كنت بكتب إختراح لشركة لما أكتب الجريدة اللي بخلصها حتى لو أنا عارف إنه أنا مثلا ما غلط إملائيا لازم بحب إني أسمع أنا شو كتبت من شخص آخر مش ضروري يكون أنا لأنه حتى لو أنا رجعت وقرأتها بعيني ممكن يكون في بعض الأخطاء أو جمل مش في مكانها فبشيل النص هذا بالكامل بحطه في هذا التطبيق وبكبس على Play النسخة المجانية راح توقفك بين كل فترة وفترة وتطلع لك هيك بس خمس ثواني إنه إذا حاب الموضوع اشتري الآب ولكن برجع يكمل عادي وبيقرأ لك النص بالكامل اللغة الإنجليزية مجانية لكن باقي اللغات للأسف هي جزء من Package Pro اللي ضمنها العربية صراحة ما جربت النسخة العربية وأنا شخصيا بستخدم النسخة المجانية منه لأني بس بستخدمه للإيميلات اللي بالإنجليزي وهاي كانت عشر تطبيقات أنا شخصيا بثبتها على كل كمبيوتر فور ما أفرمته غير الأمور الطبيعية شو رأيكم بالفيديو حبيتوه شيء لطيف ومختلف إذا حابين تشوفوا العشر extensions اللي أنا بثبتها على جوجل كروم اللي هو متصفح الإنترنت الرئيسي اللي أنا بستعمله وطبعا واحد من الأمور أيضا البديهية اللي ما ذكرتها في هذا الفيديو ولكن دائما بينزل في extensions وأدوات مخصصة أنا بثبتها وضيفها على كروم إذا حابين تعرفوا شو هي اكتبوا لي في قسم التعليقات بركي بنعمل عنها فيديو منفصل لأنه على ما يبدو كثير حابين فيديوهات السوفتوير والتطبيقات والأمور هاي فإن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا هذا كان كل إشلال فيديو أمعكم صلاح حامد في أمان الله